وفق مجلس النواب في جلسته اليوم على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بشأن علاوة الغلاء واتمت إحالته إلى مجلس الشورى بصفة الاستعجال بعدها قرر المجلس سحب تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية لمزيد من الدراسة فيما قرر المجلس الموافقة على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بتعميم استخدام نظام البصمة بشكل دائم وإجباري على الوافدين بجميع المنافذ لمملكة البحرين الجوية والبرية والبحرية وإحالته إلى الحكومة